نتكلم شوية عن الطفل وأعتقد أن اهتمامكم بالطفل الحقيقة رائع وخلينا نتكلم عن الأقسام الخاصة بالطفل وأدى بالطفل والاهتمام بالطفل الجديد إحنا بنتكلم عن طفل في 20-23 هو ميزاي أي طفل هو طفل متطور، هو طفل متعلم، هو طفل على المستوى التكنولوجي سابق بشكل كبير جدا جدا في إطار التحول الرقمي هو طفل قدر أنه هو الحقيقة يسبق أجيال كتيرة جدا إزاي قدرتوا تتواصله معاه؟ إيه أهم الأساسيات اللي كنتوا حرصين عليها عشان تتقدم للطفل المصري بشكل لائق للطفل المصري في تطوير تم لمعرض قرارة دول الكتاب خلال سنوات ماضية ونحن نواصل هذا التطوير من أهمها أنه لابد أن يقدم كتاب الطفل بشكل لائق، بشكل جدا لأن هناك صالة لجناح الطفل تضم كل نشري كتب الأطفال مع بعضهم البعض كل الإصدارات الجديدة سواء من دور النشر المصرية أو العربية أو حتى الإصدارات باللغات الأخرى أنشطة تفاعلية للطفل سواء كانت هذه الأنشطة عبارة عن حرف تقليدية ورش رسمات، ورشات حكي، تعريف بأهم كتاب الأطفال، بيلتقوا مع الأطفال حقيقة بيشاركنا فيها مجموعة من الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بتقديم أدب للطفل كذلك، وجود قصص تحكى للأطفال على نظارات الـ VR أي الشكل الجاذب الخميلة أو الضفيرة ما بين الثقافة بشكلها التقليدي والثقافة بشكلها الحديث والرقمي